بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الأشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعي توقفنا في اللقاء السابق عند حساب الثبات كأحد شروط الاختبار الجاد وعرفنا أنواع الثبات التجزاء النصفية وإعادة الاختبار وهكذا الآن السؤال الطبيعي إزاي أحسب معامل الثبات عندنا مثال لحساب معامل الثبات معامل الثبات بيساوي 2 ره يعني 2 مضروبة في معامل الارتباط على 1 زائد ره على 1 زائد قيمة معامل الارتباط تعالوا ناخد مثال مع بعض لو قلنا احسب معامل الثبات بين درجات الاختبار إذا كانت درجات الأفراد على المفردات الزوجية هذه درجاتهم على الأسئلة الزوجية ليه السؤال الثاني والرابع والسادس والثامن والعشر ودرجاتهم على الأسئلة الفردية ليه درجاتهم على السؤال الأول والثالث والخامس والسابع والتاسم هذه الدرجات تعالوا نشوف الطريق أول حاجة بنضع في عمودين درجتهم في الأسئلة الزوجية درجتهم في الأسئلة الفردية أول حاجة نشوف أعلى درجة في الأسئلة الزوجية هنلاقي على درجة اللي هي 20 يبدأ تاخد الترتيب رقم 1 تابتاني درجة 18 تاخد رقم 2 وهكذا نلاقي أقل درجة 11 تاخد الترتيب الخامس لأنهم خمس درجات نيجي في درجاتهم في الأسئلة الفردية أعلى درجة كام 23 فتاخد رقم 1 طب الدرجة اللي بعدها 19 تاخد 2 وهكذا نلاقى أقل درجة 15 تاخد ترتيب الخامس نجيب الفرق بين الترتيبين اللي هو بنسميه قاف الفرق بين الترتيبين 4 سالب 3 يطلع علينا موجب 1 1 سالب 1 يطلع علينا صف 2 سالب 2 يطلع علينا صفر وهكذا أجيب المربع يعني أضرب القيمة في نفسها 1 تربيع ب1 صفر تربيع بصفر وهكذا أجيب المجموع يبقى مجموع قاف ترفيع اللي هو آخر رقم في الجدوى الخالص بيساوي 2 ده اسمه مج قاف تربيع طيب تعالوا نشوف القانون يبقى ريه بتساوي 1 سالب 6 في مجموع قاف تربيع اللي هو 2 6 في 2 على نون عدد البيانات 5 اللي هو عدد الأسئلة الفردية 5 والزوجية 5 يطلع علينا معامل الارتباط 9 من 10 إذن هناك ارتباط قوي بين الاختبارين إذن معامل الثبات عالي تعالوا نقارن سريعا بين طرق مختلفة اللي احنا درسناها طريقة الصور المتكافئة بتقيس التكافؤ إن أنا أعطي صورتين من الاختبار لنفس المجموع صورتين متكافئتين إعادة الاختبار إن أنا أطبق الاختبار وبعد مرور فترة زمنية أطبق نفس الاختبار وحسب معامل الارتباط بينهما طريقة الصور المتكافئة إعادة الاختبار بصور متكافئة إن أنا أعيد نفس الاختبار لكن بصورة متكافئة بعد فترة زمنية ثم طريقة التجزاء النصفية أننا أجزأ الاختبار إلى نصفين متماثلين زي مجموعة الأسئلة الفردية ومجموعة الأسئلة الزوجية أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته